لا حوارات ولا اي حوارات. ربنا يا سعدك. بس يا دكتور انت انا شفت المقاطعة بتاعتك حاجة لازم الناس تشوفك. لازم الناس تعمل مشاركات للناس اللي معارفوش في الاكل عشان يستفيدوا. لانك انت بتفيد ناس كتير. ممكن نزل المقطع ده على يوتيوب اللي في الناس هتستفيد من الحاجة دي. هحطه حاجة. اتفضل. اه تمام. انا كنت عايز اقول لك حاجة. بالنسبة ان الواحد لو اكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انا عن نفسي ما باكلش للفطار ولا باكل الغداء باكل واحدة في اليوم. عشان بحافظ على جسمه. لو اكترت اكتر من كذا وكبر. انا جربت نفسي ان انا مسلا افطر في الفطار في موعده. واخد الغداء في موعده واخد العشاء في موعده. فلاقيت الكرش كده عاملة. واجسمي بايز. فروح تقولت لأ انا مش هاكل الا لما اجور. فصلت انت ما باكلش ابدا. بجلس اشرب سوائل اصحى من النوم اشرب سوائل ازبط نفسي الشاي مش عارفة. واكل واحدة في اليوم. الخاص لك التغذية العلاجية في حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول. اه. ما ملأ ابن ادم وعاء شر اه شر من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقمنا صلبة. فالاصل اه اه الاصل في الاكل. ان احنا ما نقعدش ونفرش. الاصل ان احنا بنقل لقيمات يعني مش لقم. من ما بقولك مثلا نديني لقمة. فبتروح نديني قطعة كده. صح كده. انت صغيرة كده. الحديث الاول ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه. فاشر حاجة ممكن تكون البطن عندنا هي اللي تسبب لنا مشكلة. بحسب ابن ادم لقيمات يقمنا صلبة. فالاصل ان احنا بنقل لقيمات علشان ما نمناش البطن بتاعتنا. ما البطن بتاعتنا تبقى اه بنحط له حاجات بسيطة. المكنة اللي جوه هتشتغل بفاعلية. لين انت مدخلها حاجة بسيطة. اقل من امكانيتها. فهتشتغل بفاعلية. وبالتالي مش يحصل اي مشاكل صحي. فاذا كان لابد فاعلا. فسلسل لطعامه. فاذا كان لابد ان احنا ناكل اكتر من كده. ومش هنأكل اللقيمات بتاعتنا. فسلسل لطعام. وسلسل للشراب. وسلسل وسلسل للنفس. يبقى لازم نعمل. يبقى انت عارف البطن بتاعتك ادي. يبقى لازم تسمع لبطنك. تسمع لمعدتك. ان انت ملت التلت. يعني كل شوية انت بتاكل كده تسمع لها كده. ها وصلنا التلت ولا وصلناش? اول ما نوصل التلت نقف. المعدة بتاعتنا حاجة صغيرة كده. طب اوك 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 دكتور. انا بسمع اه معدتي ازاي مسلا بتسوعد. بقوم اخد شاي اشرب مية او ما يعني ايه. اكل حاجة خفيفة. لحد مسلا ايه. لحد ما تيجي قبل الوقت اللي انا عايز ااكل. احس اسمع ان انا انا باز ااكل. مسلا واحدة في اليوم. مكترش. بقى اليوم كله الصباحية في الليل. اكون شاي. اكون حاجات. يعني بتاكل زي وجبات خفيفة طول اليوم. اه حاجات خفيفة بتجيبها من حاجات بسيطة. بتخش التلاجة. تجيب لك سمرت فاكهة. تخش مكان معين. تجيب لك كتعة حاجة كلها صغيرة. تجيب لك مش عارف. بزبط كارزة فراولة. زي الطفل كده بالزبط ما بيقولش مسلا. اه اه بالزبط. زي الطفل مسلا مسلا م بيقولش اه ما بيعني يعني يعني تلاقي مسلا ولياكن ما بيقولش حاجات كتير اه معاكم وهم قاعدين مسلا مش تلات واجبات يوميا لكن هو بيأكل التلات واجبات موزعين على خمس ست واجبات او سبعة واجبات في اليوم. بزب. ترى فيه غلط في الموضوع يا دكتور. ما هو الاصل الاصل ان احنا ناكل لقائمات اللي هي الحاجة البسيطة زي ما انت بتقول باكل حاجات خفيفة كده ان انا اللقائمات باكل حاجات خفيفة كده و بوزحها على مدهور اليوم يعني بدل ما باكل واجبتين كبار او تلت واجبات كبيرة في اليوم لا بوزحها على خمس او ست واجبات في اليوم فترى يعني الموضوع ما فيش مشكلة الموضوع كده كويس ما فيش مشكلة يعني لا حوارات ولا اي حوارات ربنا يسعدك بس يا دكتور انت انا شفت المقاطع بتاعتك حاجة لازم الناس تشوفك ولازم الناس تعمل مشاركات للناس اللي معرفوش في الاكل عشان يستفيدوا لانك انت بتفيد ناس كتير مش